أبرم الاتفاق وانقضت كل المهل المزمنة لتنفيذ بنوده دون أن يتحقق أي منها وبدأ أن التحالف السعودي الإماراتي نجح في تخليص عدن وأبيا ولحج والضالع من سيطرة الشرعية لصالح ميليشيا المجلس الجنوبي الانفصالي الحديث هنا عن اتفاق الرياض الذي وقعته الشرعية مكرهة أو خانعة لا يفرق العذر طالما وقد رفعت رايات الاستسلام لكن هناك حديث آخر يرفض وصف الهزيمة ويصف موقف الشرعية اليمنية بالحذلقة السياسية هذا الحديث رائج في أوساط النخب اليمنية العاكفة في الرياض التي لا زالت تعتقد أن للسعودية موقفا مغايرا لموقف الإمارات المسؤولة وحدها عن الوضع في الجنوب بنظر هؤلاء والحقيقة أن لا شيء يدل على مثل هذا الطرح فبالنظر إلى سياق الأحداث وترتيب التدخلات وتزمينها قد يكون من الصواب في جانب كبير القول بأن هناك اتفاقا في العموميات بين تحالف الحرب على اليمن وتقاسم أدوار في مراحل تنفيذ تلك الأهداف والواقع أن أحدهم يضرب والثاني يحتوي وبذلك يكون رهان اليمنيين على دور إيجابي للرياض هو نوع من الخديعة للذات وللوطن أيضا يقول آخر لكن السؤال الأبرز الآن هو هل تدرك السعودية مخاطر تمزيق اليمن على أمنها القومي؟ لربما فعبر التاريخ أن لليمن قدرة كبيرة على التأثير في المنطقة بالسلب وبالإيجاب وشواهد الواقع أن الإقليم يقاد بمقتضى أجندات الشرق الأوسط الكبير وما تفرضه من تقسيم جديد لدول المنطقة العربية قد يكون اليمن مبتدأ هذا التقسيم والسعودية منتهى والمنطق أن ما ستقرره السعودية لمستقبل اليمن حتما سينسحب عليها ترجمة نانسي قنقر